تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواب بالتعاون مع برشلونا نيوز على الفيسبوك حلقة اليوم بعد فوز برشلونا المستحق على أتلاتيك بالباو الفوز اللي جعل برشلونا في المركز الثاني بالتساوي بالنقاط مع ريال مدريد ولي بأكد انه شغل كومن بدأت تظهر نتائجه الشغل اللي تكلمنا كثير عنه حتى بوقت النتائج السلبية وكنا دائما نقول عنده مشكلة مش طبيعية بإضاءة الفرص وهي مش مسئوليته لما صارت هاي الفرص تيجي جوال ورغم انها اليوم ضاعت كثير الفريق تحسنت تتائجه استعاد الثقة بنفسه في حلقة اليوم حنتكلم عن مباراة برشلونا بالباو بعدين حترككم مع فاصل مش قصير أبدا فاصل طويل نختم فيه الحلقة عن مسألة تسريب عقد يونان ميسي المتهم وشو حيصير وهل فعل ميسي هذا المبلغ الكبير عليه بالأرقام ليش لا هندخل بالتفاصيل بس كالعادي بذكركم بتشتركوا بقناة سيلفيسبورت على اليوتيوب الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى في كرة القدم برشلونا اليوم بدأ اللقاء بخطة متوقعة 4-3-3 بيانيتش بدل بوسكتش الفرق ديونج بيرجع لورا لأنه ديونج بيتميز بشيء معين عن بيانيتش أولا هو أفضل في مسألة إيقاف المرتدات تاعة بلباو وأيضا هو أفضل بكثير من حيث الصعود بالكرة من الخلف أمام فريق بيضغط كثير ديونج كان ميزة دفاعية وهجومية بالنسبة لكومان ففضلوا وحرر بيانيتش وبيدري أمامهم حافظ على الفلسفة اللي أمام المحاور بيتحرروا والمحور بيكون دوره الأساسي يحمي فريقهم من جيزة على اليمين مع تقييد واضح جدا لأدواره لأنه ما بيقدر يروحه يجي كثير أمام فريق سريع زي بلباو وتقدمه كان مدروس مرة أو مرتين خلال اللقاء وأم تيتي وفرصة جديدة وبيلعب من جديد أساسي على التوالي في الليقة عشان يثبت نفسه أو لا وحنتكلم عنه برشلونة بدأ اللقاء في أجواء خليسة بيها متوترة بسبب تسريب عقد ليونر بيسي الجميع كان يترقب ردة الفعل ردة الفعل ممتازة أثبتت قوة ذهنية رهيبة الآن في غرفة تغيير ملابس برشلونة قدرة كومان على إبعاد اللاعبين عن هذه الضغوط شفنا برشلونة بأول 20 دقيقة بيمسح بلباو تماما من الملعب مش موجود الفريق الآخر برشلونة بيلعب لوحده عم يضغط وعم يضيع فرصة ورد ثاني وثلاث أهداف ضاعه بعشرين دقيقة ثم جاء الهدف عبر ليونر بيسي نفسه اللي رد على بعض الكلمات والتصريحات اللي خرجت بعد تعقده ليونر بيسي سجل ووضع برشلونة في المقدمة بطريقة رائعة ما الضبط معها تحط له مدافع تحت الحنط أو مدافع عند القول أو فوق الحنط تركب عليهم صف تاني يبدو بيسي لما يكون مركز مثلما يكون غاضب بشكل إيجابي صعب جدا اتوقف شفنا برشلونة بعشرين دقيقة الأولى رهيب دائما قادر يسقط ما بين خط وسط ودفاع بلباو دائما أي مساحة بيقلط فيها بلباو بيعرفي هاجبها أو دائما في الانتشار فيه لكل لعب زميل واحد على الأقل لمرر له بأريحية بدون مشاكل هذا الانتشار هذا الضغط الكبير كان واضح إنه نهايته هدف أول لبرشلونة مهما تقلق الحقس هذا العمل الهجومي كان فيه أيضا بصاحبه عمل من البداية من البناء باللعب بشكل متقن متعلمين فيه من مبارياته بالماضية مع بلباو أول ما برشلونة كان يستنب الكرة كنا نشوف أم تويتي بروعه اليسار بيسمح شوي أراوخه على اليمين وديونج بيسقط ما بينهم مش هذا كل شيء ألبا ومينجزة كانوا يقدموا شوي وكان بيرجع بيانتش ليكون خيار تمرير بالعمق بالنسبة للعيد برشلونة فبصير دائما عادت خيارات تمرير لكل لاعب كثير جدا وزاد ذلك ذهب بس كثير على أحد الأطراف إما يسار أو يمين حسب اتجاه الكرة وعود الدملة ليلعب بأنصاف المساحات فدائما كانت من خيارات كثيرة فأصبح ضغط بلباو بالنسبة لهم مجرد لاعبين عم يركضوا للأمان عم بيستنزفوا بدنيا وعم بيستنزفوا أيضا بهنيا نتيجة الإحباط اللي عم بصرهم إنه كل هذا الضغط على الفاضي كل هذا بيظهرنا قداش كان فيه شغل منكم من أول الموسم لليوم عشان يوصل لهذا الفريق اللي إلو الشكل الجميل شغل صراحة يجب أن يقدر وحرام يظل تضيع الفرص عشان حرام جد يضيع شغل هالزلمة على الفاضي لاحظنا أيضا بالباو بفعل هذا التنظيم الممتاز من برشلونة بفعل سرعة الكرة اللي كان يعبها برشلونة تنظيمه الانتشار اللي في الملعب الاختيارات المتوفرة اضطر يلجأ للعنف كثير كان عم يدخل باحتكاك كان يحاول يخوف لعبة برشلونة يحاول يخرجهم على تركيزهم تعامل برشلونة أيضا هون كان هادئ ذكي صبور اتجنبوا الدخول الفردي لكثير في رص الملعب لأنه هاي الأخطاء دائما بتكون مؤذية وعاددا ما بترجع لك لا بإندارات ولا غيره فاتجنبوها خلوا الكرة هي اللي تدور وأتعبوا لعبة بالباب معهم أيضا تعامل صحيح ما موقف صعب كان في اللقاء وعلى ما سألت استراتيجية اللقاءات وهذا الشيء مهم عشان تجيب ثلاث نقاط لاحظنا أيضا أن برشلونة دخل باستراتيجية واضحة النتيجة متعادلة أنا حبحث عن التقدم يبحث عن التقدم بحدة عالية جاء التقدم بعد الهدف الأول لاحظنا الفريق اللي كان عم بيكون هجومي أصبح متوازن أكثر حاول يخلي اللقاء زي ما بده انه تحت سيطرته ونجح تماما بشيطه الأول بذلك كان يستنى الفرصة لها ويخلق فرص لكن مدون ذلك ما كان مضطر ياخد مغامرة ياخد تمرارات فيها نوع من المخاطرة لا نحن متقدمين وفي الشوط الثاني أيضا الفريق بعد ما اتلقى التعادل ضغط رفع الاستحوال كثير وكل شوي كان عم بيحرر ورقة من الورقات ولما تحرر من قيزة جاء الصنوع للهدف الثاني ولاحظنا بعد الهدف الثاني مرة ثانية تفكير واضح أن الفريق حيلعب بتوازن لما يكون متقدم اليوم أمام بلواو مش حيسمح لهم بسرعتهم أنهم يضربوه ورجع يتوازن وشوفنا تبديلات دفاعية بحتة ربما غريبة على برشلونا لكن بهذه المرحلة مهمة جدا 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 لأنه كل البدكية عشان تواصل البناء تفوز لأنه لما تفوز تكتسب الثقة ولما تكتسب الثقة تقدر تشتغل بهدوء شيء بزيدني قناعة في أنه بلباو أثبت في المبارات الماضي أنه بيعرف برشلونا كويس وبيعرف يأذي برشلونا كويس وبلباو سريع أيضا فبالتالي أنت مش وقت مخاطرة كل المطلوب اليوم ثلاث نقاط لأنه تنهي الليلة وإنت في المركز الثاني دفعة معنوية رهيبة جدا وأي تعثر اليوم أيضا بعد أخبار تسريب عقد ميسي كانت هتكون سلبية جدا لازم أوقف وأتكلم عن اللي بيعملوا دي يونج بكرت القدم بهذا الموسم تحت قيادة كومن مدرب بيعرفه مدرب يبدو أنه اللغة سعادته معرفته باللعب السابقة سعادته اللي بيعمله مذهل اليوم اللاعب أو في مباريات سابقة لما يكون دوره هجومي شفناه واليوم شفناه بدوره هذا دائما كان متمركز بشكل ممتاز سيأخر هجمة بلباو ولو ثانية وهذا اللي بدك هي عشان تمنع التحول الدفاعي للهجومي السريع اللي بتميز فيه أي فريق بيدربه مارسيليني في بناء اللاعب كنا نشوف دي يونج موجود لما الكرة تروح على ملعب بلباو كنا دائما نشوف دي يونج موجود كخيار طوارئ إذا اللاعبين انضغطوا دائما هو اللاعب الموجود يقولهم أعطوني وأنا برجع أغير اتجاه اللعب ولما كان يكون عنده فرصة هجومية أيضا دي يونج كان يثبت قدرته صحيح اليوم إعارة دي يونج أفقدته قدرته الهجومية وإضافة الهجومية وأفقدت برشلونة هذه الفائدة لكن بنفس الوقت كان مهم جدا عشان تفوز باللقاء وهذا المهم بالعمل كفريق ولازم أتوقف جدا 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 مع الثلاث الفرنسي الممتاز نبدأ السريع بجريزبان اللي شوي شوي عم بيشعر بأهميته لما يشعر بأهميته بيجيب لك الجوال وبيسجل وبيجيب لك نقاط وبكون دائما اسمه موجود وأعتقد الجميع الآن أصبح يشعر بأهمية جريزبان وإضافة جريزبان اللاعب الآخر اللي حنتكلم عنه أم تيتي أم تيتي اللي اليوم قدم مباراة فيها كتير تفاصيل ممتازة شجاعة مهمة جدا في التدخلات بالنسبة للعب كان خايفة من الإصابات قراءة لعب عظيمة كان يتميز فيها زمان قبل ما ينزل المستوى عم بيتوقع دائما الصح وأيضا بدوره وبتدخلاته كان دائما عم بيقدر يساعد برشلونة يقدر يتحول من الدفاع للهجوم بسرعة وشوفنا انفرادة ميسي أساسها بلشت من قطعة كرة من أم تيتي وفوق هذا كله شوفنا بطل يخاف لما تيجي كرة على رجله وكان زمان يرتبك ويقعد يفكر لا اتقى عم ترجح له ولو واصل هذا التحسن واتجنب الإصابات 100% هذا المدافع الثاني مع بيكي مشلينجليا هذا المنطق أما اللاعب الثالث اللي هو أيضا صفقة جديدة لبرشلونة مع ديونج وامتيتي وغريزمان اللي هو ديملي اللاعب اللي بتشعر هذا الموسم انه فهم دوره أوضح عم بتحرك بشكل أفضل وجوده ملموس في أرض الملعب تحسن عنده كبير في صناعة القرار رغم انه لسه بده كمان شويه في بعض المواقف لكن تحسنه كثير أحسن عن اللي كان في الماضي اللاعب جماعي أكثر لمستوى انه شفناه عم بدافع ببعض المواقف ديمبلي تحول كبير كثير فرق كثير مع برشلونة عم نيجي نعند كم لاعب برجع مع برشلونة هذا الموسم فعليا بالفترة الأخيرة في ثلاثة أربع خمس لاعبين تقريبا رجعوا من لا مكان إلا يصيروا لاعبين مهمين بالفريق وهذا شغل مدرب اللي شفناه بأجواء الفريق بالروح القتالية بالفريق بواضح الفريق عم بيكون قادر يضل في الملعب وهذا الشي يحسب له لا كومن وعجمني برشلونة نتعلم من دروس الماضي مع بلباو انه رجع شوي خط الالتحام انجاز التعبير يعني ما كان عم بيدفع بست لعبين وخمس لعبين يحاول يفتك الكرة عند دفاع بلباو لأنه أي صعود صحيح بالكرة مع سرعة لعبين بلباو كانت حتصير هجمات مرتدة خطيرة وفوضى برشلونة شوي كان عم بيأخر اليوم منطقة الالتحام خير نحكي لمنتصف الترث الثاني في الملعب وهناك كان عم بيضغط وعم بيخلي دفاعه قريب من خط وسطه وهذا الشي كان دائما عم بيجبر بلباو تائما يلعب على الأطراف وعلى الأطراف برشلونة كان عم بيعمل زيادة عددية يحاول يحدي كثير من خطورتهم وهذا اللي يخلى بلباو هجوميا تقريبا اليوم مش موجود إلا بلقطة أو لقطة هدف تعادل بلباو صراحة جاء من لا مكان يعني ولو ظلت نتيجة تعادل كان فيها ظلم صدقا لمستوى كونت القدم اللي شوفنا اليوم من برشلونة بعدها بخمس دقائق تقريبا برشلونة خرج من اللقاء بعد الهدف شوي بعدها رجع الفريق ما كان بنفس الحدة تحت الشرط الأول لأنه بدنيا انت تعبان تعبت بعد الشرط الأول لأنه أيضا لما تكون ترعب كويس تتلقى هدف تحبط شوي مهما حاورت تحبط شوي لكن اللي أخذ لبرشلونة أبقى الكرة في منطقة الخطر بتاعت بلباو على مشارف الثرث الأخير أبقى دائما الكرة عم بتدور بيستنى المساحة بلقطة وبلقطة واحدة ومفاجأة من دخول من إنجازة كان الهدف قوة ذهنية كبيرة لبرشلونة بدخوله بأجواء تسريب العقل بردة فعله بعد التعادل بيدل إنه الفريق ذهنيا قوي والفرق الكبير أهم شيء تكون فيها أنت ذهنيا قادر تلعب لأنه بدونها مهما كان عندك لاعبين صعب جدا تصمد في الأوقات الصعبة واليوم جاء الفوز رغم إنه بلباو حاول يرجع دفاع كثير بعد التعادل كثير قرب خطوط دفاعه لوسطه بحيث إنه ما خلى ميسي يقدر يدور عن جريزمان أبدا لغى ما انطقت حركية ميسي بهذه الخطوط يعني عمل شغل هو بعد التعادل لكن إصرار برشلونة كسروا بهذه الناحية ربما من التبديلات يعني شفنا التبديلات الأخيرة اللي أنا مقتنع صراحة فيها على مجمل النتيجة إنه كما بدور عن نتيجة اليوم كان بدفوز بس اليوم على بلباو عشان ما يكون فيه مدرب هازمه تكتكيا ما يشعر برشلونة إنه نقف بلباو مش قدرين نهزم وكيف نلعب دوري أبطال فالرسالة المعنوية مهمة بالثلاث نقاط نتيجة المركز تأخير روبرتو كنت متوقع أنا شخصيا بوي لكن يبدو إنه رعع روبرتو علشان المباراة صارت كثير بدنية فروبرتو شوي أقوى من بوي بدنيا ممكن حتى يعني مثلا نحك سميه خبرته أكبر فحبي راهنا على هذه الناحية في مسألة خط الوسط وربما كان يفكر أساسا في اللي عم بيفكر فيه لو أنا تقدمت حيكون تبديلي اللي بعده بهذا الشكل الدفاعي استراتيجيتي الدفاعية بس بشكل عام أي مدرب تحكم عن قراراته من النتائج أخذ قد تبديلات جاب نتيجة هذا المطلوب زي ما زمان كان لما ياخد تبديلات غلط بوقت غلط نحكي غلط ونفس الشي لما ياخد تبديلات سواء غلط أو صح النتيجة هي اللي بتحكم وهذا اللي أخذوكم من اليوم خلونا نختم بأهم خبر اليوم لبرشلونة تسريب عقد ليوليد ميسي العقد اللي تسرب اليوم وصدم الجميع حنتكلم عن كتير تفاصيل في هذا العقد أولا هل هذا الورق صحيح؟ ثانيا مين اللي يسرب؟ مين المستفيد؟ ثالثا هل هذا المبلغ جد كبير بالنسبة لليونال ميسي؟ ورابعا شو نتاجه؟ شفنا اليوم صحيفة الموندو وهي مش الموندو دوبرتيبو مش صحيفة الكتالونية هاي صحيفة إسبانية مدريدية بتنشر خبر مفادو أنه ليونال ميسي أخذ من 2017 ل2021 مبلغ مقدار وعشان ما آخر بتكتبته 555 مليون 237 ألف 619 يورو طبعا المشكلة زي ما أنتم شايفين بالـ 19 يورو مش بالباقيات لا طبعا بالمبلغ الإجمالي هل هذا الورق رسمي؟ نعم هل هذا الرقم صحيح؟ تقريبا لأنه بعض الأحيان بتختلف فيه بعض المفاوضات بتصير هل هذا العقد حقيقي؟ نعم والدليل بيان نادي برشلونة ما نفى أنه هذا العقد حقيقي في حين هدد بمقاذات الجريدة لأنه نشرت ورق رسمي هل الصحيفة غلطانة؟ لا لأنه أي حدا بيشتغل بصحف بيفهم جيدا شو يعني تحصل على ورق بهذه القيمة هذا القرار يؤخذ من إدارة التحرير من رئاسة التحرير أنه ننشر حتى لو كان فيه مشكلة قانونية صحيفة الموندو اليوم اسم بكل جريدة في العالم بكل لغة في العالم انكتب اسمها هذا استفادة إلها ولما تشوف جريدة عامة الخبر الرئيسي فيها رياضة تفهم أنه هذا الخبر رياضي كبير إذن جريدة عملت اللي عليها وصلتها وثائق نشرتها هذا أول موقف موقف صحيفي ما عنها شغلط هل لو وصلها عقد مثلا تفاصيل نفرض سيرجيو راموس ولا بنزي ما هتنشر ما منعرف بس موقفها الطبيعي هي ما عملت شيء إلا مصلحتها وشهرتها طيب مين اللي يسرب فيه كثير احتمالات أو كما يقال فيه أربع جهات الجهة الأولى الليجة اللي عندها العقد من المستبعد جدا تكون هي اللي سربت لأن الليجة عم بتعاني الآن بعد خروج رونالدو من حيث المتابعة والاهتمام فما راح تخلي بيئتها طارد للغاية لمستوى أنها تطلع لينا للمسي أولا وتخلي النجوم الثانيين يخافوا يعني إمبابو وهلند وغيرهم وصلوا قول شو مودينا هذولا ما احترموش للمسي ولا غيره شو إحنا بدو يصير فينا لو رحنا فبالتالي لا خلينا نرجع خطوة لورا وهذا الشيء للعلم عاشت في الكرة الإيطالية في فترة من الفترات لما كانت جنة كرة القدم الصحافة صارت تتحارب بشكل شديد ما بينها وصارت تطلع كثير مشاكل للعابين دفعت بعض اللعابين يرحلوا دفعت بعض اللعابين يرفضوا ييجوا لجوا محتد لهذه الدرجة فهذا أولا بستبعد ربط الليجة مكتب المحمى أيضا بستبعده ليش؟ لأنه لو ثبت أنه هو اللي سرب العقد مكتب المحمى التغى تماما حيرفع عليهم قضايا ميسي والبرشلونة والأغلب حينهوهم كشركة وتنتهي الشركة القانونية هذه فمستحيل يغامروا بمصير مؤسسة كاملة عشان خبر بظل عندنا طرفين شيء من إدارة برشلونة أو ليونيل ميسي الروح على شيء من إدارة برشلونة شو فيها مشكلة؟ فيها بارتوميو ورجال بارتوميو وفيها بارتوميو اللي أكيد معه نسخة من العقد واللي أصبح هو ورجالاته عندهم ثار حقيقي مع ليونيل ميسي عندهم ثار حقيقي مع الرجل اللي طلدهم مع الرجل اللي بيعتبروه هم من وجهة نظرهم شوه سمعتهم فخلينا نفهم الناس أنه اعملنا اللي عليناه أكثر بها لمستوى أعطيناه أكثر من نصف مليار يورو ما بين 2017 و 2021 اللي ما فاز فيهم بدور الأبطال هذا الطرف يبدو الأرجح سواء بقيا أو كان عنده نسخة قديمة لكن في طرف آخر ليونيل ميسي ومعني بس تبعده بس في وجهة نظر بتقول لاتي ليونيل ميسي تلميحات الأخيرة بالفترة الأخيرة من نيمار ومن غيره باريدس والعيدة الأرجنتين اللي في سان جيرمن وتلميحات سان جيرمن يبدو أنه خارج أكثر من أنه ضايل رايح بغض النظر فاز لابورتا ولا غيره طيب أنا بدي أطلع من إحد الأشياء اللي بعملها بخلي الخبر ينتشر منه بقول والله شايفين سربوا عقدي وأنا زعلت وشكرا هذه مستبعد لكن أيضا احتمال ممكن 10% بس الاحتمال اللي حكيته قبل هو 90% هل المبلغ كبير يوما ما في إحدى المؤسسات اشتغل مع واحد من أهم المستثمرين في الإمارات وهذا الرجل يعني رجل ما شاء الله ربنا فات عليه يعتبر من الأغنى في المنطقة العربي كان دائما يظل يقول لي جملة محمد مدير المبيعات الشاطر بندفع له وإدفع له شو ما يطلب لأنه مدير المبيعات الشاطر بيدفع أراتبه بالأخير بيجيب لك أكثر حتى بما بتعطيه وليونيل ميسي هو مدير المبيعات الشاطر كثير اللي بيجيب لك الفلوس الكثير مثلا رجعت أنا لما يسمى دوري ديلويت لكرة القدم اللي هو دوري التصنيف المالي للأندي من حيث الدخل مع استبعاد دخل مبيعات اللاعبين وشرائهم يعني تبيع لعب وتشتري لعب برشلون ما بين 2009 لما ننزل ميسي طلع لعشرين عشرين يعني السنة الماضية نما دخله بنسبة 272% مقابل انه عندي جبارة ماليا مثل مانشستر يونايتد نما دخله 219% برشلونة 272% طيب ريال مدريد فرونتينو باريز عبقر الاقتصاد وكريستيانو رونالدو محهم وكلها الاسماء 27% نما دخلهم بفترة وجود ميسي يعني برشلونة اكثر منهم بـ 65% وطبعا جميعنا عارفين انه سبب نمو هذا الدخل هو وجود لهذا ميسي فيه إحصائيات ودراسات بس مش كتير مباشرة بتقول الآتي انه ميسي بشكل ما يقارب ربما 20% لـ 25% من دخل برشلونة السنوة يعني ميسي ممكن بياخد 50% بس بيدخل 200% ميسي ممكن بياخد 100% بس بيدخل 250% يعني ميسي بيطلع مااخد من شيء هو جايبه هو حرفيا مدير المبيعات الشاطر اللي كان يحكي لي عنه يوما ما مالك شركة اشتغلت فيها هل الرقم كبير؟ طبعا بس هل هو المبالغ فيه؟ طبعا لو مش ميسي طبعا لو مش بقيمة ميسي لبرشلونة ومنعرف كم بطول الدوري جابها بيسي لبرشلونة وفعليا الفريق ما كان بقدر يجيبها بدونه منعرف كم بقيت برشلونة في الواجهة وفي الصورة بس لنيونال ميسي منعرف كم فيه حدا من اللي بيشوفوني الان في كرة القدم بيشوفوا سلبي برشلونة معنا من اللي بلشت من 2014 عم بحضور كرة القدم بس عشان ليونال ميسي وبنعرف كم واحد عم بيشاور نفسه انه لما يطلع ميسي من كرة القدم هطلع معه واعتزلها معه فالمفهوم الرقم هيك تشوفه لوحده اوف مرعب غريب خاصة الان في اسبانيا حيكون تأثيره سلبي عشان الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا بس في الحقيقة ميسي جاب واعطى ومن قابل هذا اخذ هذه طبيعة الدنيا زي ما بنعرف بس بشكل عام هذه هي مصيبة برشلونة انك بتشعر داخل النادي حتى من عهد لابورتا داخل برشلونة فيه تيارات مش تيار واحد مش مواحد جدا من حيث الفكر من حيث التعامل من حيث رؤية اللاعبين فيه تحس زي سقور وحمائم زيهم نسمع بالسياسة ديمقراطيين وجمهوريين بتحس هذا الشي فيه داخل النادي وتحس هذا النادي مش فعليا متحد ورغم انه فيه قضية كبرى بتلمه اللي هي القضية السياسية لكن حتى القضية الكتالونية يبدو انها ما بتلم الجميع كما كانت تلمهم زمان يعني فيه وجهات نظر بالتعامل معها فيه وجهات نظر بالتعامل مع برشلونة كمؤسسة كهيئة ما بين واحد بيشوفها كشركة واحد بيشوفها كنادي كرة قدم بيمثل الاقليم الكتالوني فيه اختلاف بوجهات النظر وهذا اختلاف بوجهات النظر كان يتسلل لمستوى كنا نشعر بعض رؤساء السابقين منهم لابورتا بيستنى برشلونة يخسر عشان يغرد وبعض رحيلة مفوز برشلونة بيختفي مع انه لابورتا بلا نقاش يحب برشلونة ويحب ان يرى برشلونة يفوز لكن الحسابات المعقدة داخل هذا النادي واضحة وبتظهر بشكل واضح مع النتائج لما تتراجع شو تأثير تسريب هذا العقد على رحيل يونيل ميسي اذا كان احتمال رحيل يونيل ميسي خمسين بالمية قبل التسريب الان نتكلم عن ثمانين تسعين بالمية لانه زي ما حكيت واحد من الاثنين يا سربوا نادي برشلونة وهي النهاية لميسي او انه سربوا ميسي عشان يقول انا بدأ اطلع مع النبي زي ما برجع اقول انا بستبعد الخيار الثاني بس احتمال مفروض موجود في كرة القدم بكل احوال اللي صار خلي ميسي يقتنع اليوم انه يا اخي انا شو جابرني في اخر سنة سنتين اعيش هالناس تطاردني اعيش هالناس تطلع تحكي انت بتاخد فلوس كثير وينسوا انه لو لاي النادي ما وصل معا هاي الفلوس اللي بتفعل اياها ما وصل معا الراتب هذا ما وصل معا هاي الشهرة ما وصل معا انه الان النادي برشلونة بيخطط لمشاريع مش رياضية لمشروع برشلونة ديجيتال اللي بدي يحاول يطلع فيه مسلسلات كرتون وافلام ويصير يبيع هوليوود ونتفليكس وسين اما وكل هالقصص بدوني ما كان هيصير هاد الشي بينسوا اني اول ما بلشت الاحب كان فيه دوري ابطال واحد معهم الان معهم خمسة وبالفين وستة انا ساهمت بشكل او باخر عن اقل يعني ظهرت في اكم من المباراة وطرت لعبة شلسي وقتل فريقي يعني ساعتهم صح كان رونالدين من اول بس ساعتهم بس الفين وتسعة وحداش وخمستعش لا نقاش بدوني كانوا بعاد بينسوا كم دوري جبت بينسوا كم هدف جبت كم رقم قياسي تسجل باسم برشلونة عشاني بينسوا هذا اللي بعيشه ميسي بعيش حالة ما تقارب نكرام للجميل ما بقدر يميز وما بتقدر تطلب للانسان ميز يا اخي هذول جماعة وهذول جماعة ما بقدر انت روح اشتغلي بشركة وخلي هاد الشركة تتغير ادارتها وتيجيك ادارة ثانية تكون انت معطيهم سبع سنين وانت اللي فعليا علىك تافق انقامة الشركة ويبالش يتدخلوا فيك والله بتيجينا تمانية ربعة وبتيجينا تمانية نصفة وتيجي حالة تمانية بيكون احسن او بعد اسبوع وهذا ليش راتبه اعلى من هذا فانت بتقول شون تنسيت وكل اللي صار ما بتميز انه هاي فترة ادارية فحيرحل فاعتقد تسريب عقد ميسي خبر سيء جدا لانه حيخوف كثير ناس يجوا على برشلونة السن الجاي نتيجة الظروف نتيجة الاجواء اللي شافوه مع جريزمان ولي شافوه مع جومز ولي شافوه الان الناس هتخاف وبنفس الوقت لما يشوفوا ميسي بصير فيه الناس هتخاف اكثر واكثر واكثر للأسف تسريب مش حلو بحق لعب لو لا انا بحكي لكم ما في السن ببرشلونة كان يوما ما احنا بنعرف يعني ميسي ورونالدو ساعدونا كثير احنا اللي في الاعلام في المجال الاعلام ولا لو انا خلاص ضليت في الصحافة والاعلام الرياضي باشتغلوا لحاله وبكتب وخلص وخلصت لكن كلنا استفدنا برشلونة استفاد وجمهور استفاد وكرت القدم استفادت محمد عواد استفاد وكل الاصدقاء استفادوا فهذه هي الطبيعة وللأسف النهاية زي بحكيت مؤلمة كما يبدو نوصل هنا نهاية حلقة سيفي برشلونة اللي بقدمها انا محمد عواد وموجود فيسبوك تويتر انستجرام تيك توك اذا بتكم كمان وبتشتركوا الان في قناة سيفي سبورت عن يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة